المستبصر السوري عايد مرعي العبدالله الباحث عن ربه حقا وحقيقة كأنما إجازته في الفلسفة والإلهيات دفعت به إلى أن يجد التشيع حقا ليس به مثلبة رغم أنه في منطقة ذات أغلبية شافعية بل ومنهم من تصوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الاسم عايد مرعي العبدالله العمر الآن خمسين عام تحصيل الدراسي أحمل إجازة في الفلسفة والإلهيات وبالإضافة إلى التحصيل الديني فيما بعد طبيعة المنطقة عموما في بلاد الشام خصوصا في منطقتنا هو المذهب الشافعي ويغلب عليه الطابع الصوفي عموما هذا المذهب هذا المعتقد كان سائد في هذه المنطقة وفي هذه البلاد وأغلب الناس الموجودين في هذا المكان يدينون بهذا الخط وهو التصوف عموما والمذهب الشافعي فطرته دفعته إلى البحث عن المعارف ومن ثم أضحت أسئلة بلا إجابات ولدت في حقله أضحت دافعا آخر للبحث عن إجابة أو عن إقناع حول ركائز العقيدة السابقة لديه الحقيقة الإنسان الواعي هو الذي يتوقف عند المحطات التي لا يقتنع العقل بكثير من قضاياها وكثير من أفكارها وهذا ما كان يحصل معي في جملة من الموضوعات جملة من الأفكار التي كانت سائدة في ذلك الوقت وما كان يتعطاه المجتمع الذي ينتمي إلى هذا المذهب وهو التصوف والمذهب الشافعي فكنا نتساءل أن أحد الناس يعني أحد الأخوة الذين كانوا يتساءلون عن هذه الأشياء التي حقيقة واقعا لا يقتنع العقل بها وهذا ما يدفع الإنسان للبحث عن الإجابة الشافية والإجابة المقنعة التي يشعر الإنسان بعد ذلك بالطمأنينة ويشعر أنه حقيقة على الطريق الصحيح وعلى المنهج الصحيح واستمر البحث بين الحقائق والأوهام واستمر حتى وجد شيخنا طريقة هي الطريقة المثلى طريقة نهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واقعا الأسئلة كثيرة لعله في هذه العجالة من الصعب على الإنسان أن يحيط بمسيرة طويلة من التفاصيل في حياته لكن على سبيل المثال وليس الحصر كثير من الأشياء التي كنا نقرأها كانت في الواقع غير مقنعة من هذه الأشياء مثلا على سبيل المثال أنه كثير من الروايات لم نجد لها تفسير التي نقرأها في الصحاح الصحيح مسلم أو الصحيح البخاري أو في المسانيد الكثيرة وكذلك رجال الدين الذين كانوا يتصدون لهذه المهمة في المساجد وفي المناسبات لم تكن لديهم الجرأة أو لم تكن لديهم الإجابة الشافية التي تقنع الإنسان العاقل المتفكر في هذه الأشياء التي يشعر الإنسان واقعا وحقيقة أن هناك شيئا مبهما أن هناك شيئا مخفيا كما عندما نسمع على سبيل الفرض نقرأ حديث الثقلين كنا نسأل رجال الدين بالمقصود بحديث الثقلين ومنهم الثقلين ولماذا يهرب الرجال الدين من التفسير ومن الشرح ومن التفسير عندما يسألون عن هذه الرواية وفيما بعد تبين أن جميع الرواية التي تتعلق بأهل البيت عليهم السلام كان تشعر أن هناك عملية من محاولات التعمية والتغطية على هذه الحقائق التي تبين فيما بعد أنها هي التي تشير وتدل وترشد إلى طريق أهل البيت عليهم السلام أثناء مراحل بحثه واستبصاره بدأت تتكشف لديه حقائق عن فهم جديد لم يكن موجودا في باله إن هناك خلطا في الأوراق وخصوصا حول التشيع ففهم معنى التشيع حقيقة في المنطقة التي كنت فيها منطقة الفراد من تغدير الزور ما كان هذا المصطلح معروف لدى الناس أوساط العامة حتى الطبقة المثقفة للأسف ما كان يعرفون يعني لدرجة أنه لا ما كانوا يميزون بين التشيع وبين الشيوعية وهذا المصطلح واقعا لم يتبلور ولم يتضح عنده كثير من الناس وحتى عنده المثقفين إلا بعد أن انتشرت بذرة التشيع عند الناس وكثرت الأسئلة وكثرت الكلام في هذا الباب وفي هذا المجال وإلى الآن للأسف إلى الآن يعني الناس لا تفرق يعني كثير من الناس لا يفرقون بين التشيع لأهل البيت عليهم السلام وبين الشيوعية وحتى الطبقة المثقفة كانت تنظر بطريقة واقعا تدفع الإنسان للشعور بالأسف أن يكون إنسان مثقف ولا يميز في هذه الأشياء التي هي في طبيعتها بديهية في عالم الفكر وعالم الثقافة وفيما يتعلق بانتماء الإنسان ومذهب الإنسان وحياة الإنسان الفكرية والثقافية شيخنا لم يكن عارفا بالتشيع اسما أو معنى بل وحتى لم يكن يسمع بالتشيع من قبل فقاوم وساوس الشيطان ونوازغا نفس الأمارة بالسوء محلقا بسماء العشق الإلهي إلى عرش الانتماء لمحمد وآل محمد طبعا ما كان هذا الطرح بداية لم يكن أصلا موجود يعني ما كنا في في ارتياد مثلا عندما كنا نذهب إلى في يوم الجمعة مثلا إلى الصلاة صلاة الجمعة هذا الأمر لم يكن أبدا لم يكن مطروحا يعني أنا أحد الناس لم أسمع في هذا في هذا يعني المصطلح من رجال الدين على المنابر على المساجد ولكن هذا الأمر بدأ عندما انتشرت بذرة التشيع والانتماء إلى مذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم السلام يعني كأنه كانت هناك ردة فعل عنيفة وقوية وواقعا يعني كثير من رجال الدين لم يكنوا منصفين وهذا ما تبين فيما بعد أنهم كانوا يعني يتكلمون بما يشبه التلقين وخصوصا التلقين الذي وفد إلينا من المدرسة الوهابية التي كانت حقيقة كل ما يعني كل المكان الذي توجد فيه بدرة التشيع المكان الذي يوجد فيه ذكر لأهل البيت عليهم السلام تجد أن هناك هجوم مغضاد من هذه المدرسة المشوهة وبالتالي هؤلاء الناس أو رجال الدين بعض رجال الدين كانوا يتصرفون بطريقة ردود الأفعال والافتراءات الغير مدروسة والتي هي في واقعها ليس لها أصل من الصحة قبل استبصاره كانت حياته مليئة بالمقدمات التي أوجدت النتيجة فإذا بالأسئلة والغموض مقدمة لنتيجة معرفة الحق ألا وهو الاستبصار حقيقة قبل الاستبصار الاستبصار جاء نتيجة وليس مقدمة يعني في هذه الظروف التي ذكرناها وفي هذا المجتمع الذي يسود فيه عالم التصوف وبعض التصرفات التي كانت تبدو أنا ذاك من المتصوفة وكذلك ما كان يعني الفكر الذي كان ينشره بعض رجال الدين بعد يعني بزوغ بذرة التشيع وهذا الهجوم العنيف المضاد ضد فكر أهل البيت عليهم السلام أصبح هناك عملية تداول لبعض الكتب لعله الكتب من الطرفين كانت تأتي الكتب التي تدعو إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وأذكر من هذه الكتب كان هناك كتب مثلا للأخ صاحب عبد الحميد منهج في الانتماء المذهبي كان للتجاني السماوي مجموعة من الكتب كذلك في هذا الباب كتاب المراجعات للسيد شرف الدين رحمة الله عليه وكتاب معالم المدرستين هذه أذكر بعض مختطفات من الكتب التي وصلت إلينا بعد انتشار أو بدء بزوغ هذه الشجرة المباركة في تلك المنطقة واستمر البحث عن الحق حتى كانت هناك عوامل متناقضة منها كتب التعريف بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأشريطة الدعوة إلى النهج الوهابي التكفيري إلا أن هذا لم يكن إلا دافعا آخر نحو الحق حتى بدت ملامح الطفرة الحسينية في حياته في حادثة مع شريط لنشر الفكر الوهابي كذلك الأمر كانت هناك أشريطة توزع من الوهابية يعني أصبحت هناك عملية تدفو غير مسبوقة يعني كانت تأتي الكتب بشكل كم كبير وهائل جدا من الكاسيتات ومن الكتب ومن المخطوطات التي يعني تحذر الناس وتلفق التهم ويعني كلها ضد المذهب التشيع وضد فكر أهل البيت عليهم السلام وأذكر على سبيل المثال أنه بعض يعني أحد الناس أعطاني مجموعة من الأشرطة من الأشرطة الكاسيت هذا الشريط كان فيه مقاطع وكانوا يعني يعرضون جانب من مجالس العزاء ثم يأتي رجل وهابي ويعلق على هذا الشريط على هذا الكاسيت وأذكر أنه في لحظة من اللحظات أنه كنا نشغل هذا الكاسيت أنا ذاك وأذكر أن القصيدة كانت هي مقطع من يعني من مجلس عزاء وأذكر حتى أذكر القصيدة التي مطلعها قتل الحسين فيا سماء بكي دما حزنا عليه ويا جبال تقطعي إلى أن يقول ولزينب النوح بفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمعي ولزينب النوح لفقد شقيقها ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بظلم يا أخي والسوت ألمني وأطفالي معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى أنعم جوابا يا حسين أما ترى يا عاشمر الخنى بالسوت ألم أضلغي فعجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجغي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي أنا بعيني أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك يا أخي الموت لا يرضى بدالك رحنا تركلنا في دالك أنا مشي وعثار بالمطاعين مطاعين ياه منكم حسين لما نسمع هزادلونين أنا حسين ياهزيانب أنا حسين وأذكر أنه عندما ينتهي ذلك المقطع ما كنا نسمع إلى الوهابي كيف يحكم وكيف يتكلم وكيف يتهجم كنا نكر ونرجع الشريط إلى الأول حتى نستمتع بهذا الصوت الجميل وكنا واقعا نعيش حياة روحية لا مثيل لها وإلى اليوم أنا أقسم أنه ما سمعنا بقية هذا الشريط فقط كنا نسمع هذا المقطع من مجلس العزاء وشيئا فشيئا يعني من خلال المقارنة وتقاطع الأفكار بينما كان ينشره الوهابية وبينما كنا نقرأه من هذه الكتب التي وصلتنا كنا نجد الحقيقة واضحة جلية للإنسان المنصف الذي يريد طبعا الذي يريد الحقيقة بزغ الاستبصار فجرا غير الواقع المظلم والمكان سوريا منطقة دير الزور طبعا الاستبصار كان في مدينتي في دير الزور وعملية الاستبصار كانت نوعا ما كان فيها صعوبة بطبيعة المنطقة المنطقة كانت تعيش حياة قبلية حياة عشائرية ولذلك كان يعني إعلان هذا الأمر الكبير وهذا الأمر العظيم واقعا يحتاج إلى شجاعة معينة يحتاج إلى وقت يحتاج إلى يعني لم يكن سهلا أن ينبذ الإنسان من قبيلته ومن عشيرته ومن أهله ومن ذويه ولذلك نعم كان الاستبصار في مدينتي في دير الزور وبالتحديد في قرية حطلة المعروفة والتي وقعت فيها المجزرة المعروفة للناس وهنا بدأت تنكشف الوجوه الزائفة التي أرادت بالتشيع سوءة فبان معنا التشيع نورا لشمس ساطعة من جديد نحن وجدنا طريق أهل البيت عليهم السلام نحن انتقلنا من الظلام إلى النور وبالتالي هذا لا يحتاج إلى كثير من الشرح نحن انتقلنا من ظلمة الجهل والجاهلية إلى نور أهل البيت عليهم السلام كثيرون أثروا بشيخنا الجليل هذا فمع كل سؤال في السابق بلا إجابة أو إجابة غير منطقية هناك رجل دين شيعي يجيب بعلم الله تعالى وبأمره حتى أضحت الشبهات أوهاما قد صرنا إلى غير رجعة ذاهبات واقعا الشخصيات كثيرة جدا ولعله المدرسة الشرازية بأساطينها وبعلمائها هي التي تصدت لهذه المسألة مسألة الدعوة إلى خطأ أهل البيت في تلك المنطقة وهذه الحوزة المباركة أيضا كان لها الدور الأكبر في احتضان الأخوة المستبصرين ومساعدتهم في تلقي علوم أهل البيت عليهم السلام واقعا الخطباء والوعاظ يعني ليس هناك شخصية بالتحديد أنا أسمع لرحمة الله عليه السيد آية الله سيد محمد رضا الشيرازي وأستمع إلى محاضرات السيد محمد رضا الشيرازي وأستمع لكثير من الخطباء والأخوة والعلماء الأفاضل في هذا الباب وفي هذا الصدق وهنا لشيخنا رسالة من منطلق إنساني ناطق إنساني مرهف الحس ينقل رسالة الإنسان إلى العالم أجمع في واقع ليس هناك في ساحة النور في ساحة البركة لم يبقى هناك جهل لم يبقى هناك شبهة لم يبقى هناك نعم شعرنا بالطمأنينة التي لا تنتهي الطمأنينة في فكر أهل البيت عليهم السلام وشعرنا بالسعادة في هذا الانتماء المبارك العظيم أقول الإنسان إذا جهل شيئا عاداه أقول لهم اقرأوا أولا وقرأوا ثانيا وقرأوا ثالثا قبل أن تحكموا على معتقدات الناس وقبل أن تتهموا الآخرين واقعا الأشخاص والأصدقاء إلى الآن ما زالت هناك صلاة المحبة والترابط والمودة تربطني بهم جميعا أتمنى لهم جميعا وليس على وجه القصوص وهم يعرفوني أتمنى لهم أن يكونوا رفقاء في هذا الدرب على طريق الهدى والنور على هذا الصراط المستقيم أما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فكانت له رسالة ختم بها حديث الأمنيات أتمنى أن يسود الخير والجمال والحب والتسامح في هذا العالم الذي تحول إلى أشبه بالغابة وانتشر فيها الظلم وانتشرت فيها الافتراء وانتشرت فيها السفكت فيها الدماء أتمنى الأمن والأمان والسلام لكل البشر في كل مكان وزمان رسالتي لإمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أقول له كلمة واحدة العجل العجل يا مولاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة